قصف لا يكاد يهدأ ويأشنه الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له على مناطق الشمال السوري اذ تعرضت مناطق في ريفي عفرين وحلب شمال غربي البلاد لقصف استادف القرى والبلدات الآهلة بالمدنيين مصادر محلية من منطقة عفرين أفادت بأن قريتين مياسة وزرنعية الآهلتين بالمدنيين في ناحية شيراوة بريف عفرين المحتلة تعرضتا لقصف بعشرات القذائف المدفعية والهاون مصدرها نقاط الاحتلال التركي ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين هذا وقد تعرضت مناطق في ريف حلب الشمالي لقصف مماثل اذ أفادت مصادر محلية بأن المنطقة الواقعة بين قريتين حربل وناحية أحرص صلاهلة بالمدنيين في تن رفع التعرضت لقصف مدفعي مصدره نقاط الاحتلال التركي العسكرية المنتشرة في تلك المناطق ما خلف أيضا خسائر مادية في الممتلكات وتزامن قصف الاحتلال التركي مع إفشال مجلس الأبيض العسكري محاولة تسلل الفصائل الإرهابية إلى ريف عين عيسى شمال وشرق سوريا وبحسب مصادر محلية من المنطقة فإن مقاتلي مجلس الأبيض العسكري تصدوا لمحاولة تسلل نفذتها عناصر من الفصائل الإرهابية على قرية مشيرف التابعة لناحية عين عيسى وذلك بالتزامن مع قصف شنه الاحتلال التركي بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على قرى الجديدة والفاطسة ومشيرفة والهيشة في محيط عين عيسى اشتركوا في القناة